اشتركوا في القناة مسيرة حافلة من المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات حول الازمة الليبية استضافتها عواصم اقليمية ودولية كانت اشبه بسباق شد الحبل بين الاطراف الليبية المتعددة التي تتنازع السلطة واطراف خارجية داعمة يستغاث بها كلما اقترب الموت من احد تلك الاطراف قائمة المؤتمرات وملحقاتها وما يشتق منها اضيف اليها الثلاثاء بند جديد تحت اسم مؤتمر باريس حول ليبيا يأتي لاحقا لما سبقه من مؤتمرات انتهت في مجملها ببيانات سرعان ما تحولت الى خلافات عميقة بين الاطراف الليبية المتصارعة بدأت باتفاق الصخراط ولن تنتهي بشكل مؤكد بلقاء باريس مثل ما لم تنتهي في اوقات سابقة بلقاءات روما ومالطا وجينيف والقاهرة وتونس وغيرها من العواصم اللقاءات والاجتماعات بين متزاعمي الواجهة السياسية الليبية الهشة صارت جزءا من الفلوكلور الشعبي الذي يستضاف دوليا للفرجة على ذلك القدر من الفشل الذي وصلت اليه لدارة الليبية التي جمعت بين فساد الطامعين وإحباط العامة المساكين الذين فقدوا كل حيلة للإصلاح تحت فوهات المدافع وأمام جنازل الدبابات التي ترتفع أصواتها كلما ارتفعت وطيرة الشهوة إلى السلطة بين العسكر ومن يقف معهم ومن يسير وراءهم من الواهمين حيث غابت الحكمة اجتماعت الأطراف الليبية في باريس ممثالة في جخص رئاسة النواب والأعلى للدولة وعسكر الشرق الليبي وضيف الشرف لمسلسل الفشل الدائم حكومة البعثة الأممية وبرعاية الرئيس الفرنسي المتحمس لتحقيق نصر سياسي اجتماع ضم أشخاص وكيانات اختزلت فيها أزمة بحجم وطن بتعقيداتها المتشابكة بعيدا عن التوافق والوفاق وأقرب ما تكون إلى طرح الإملاءات الأجنبية بعد توزيع جوائز الترضية على المشاركين ووعود بالدعم على طريقة خطط المبعوثين الأمميين الذين استقبلت ليبيا منهم خلال السنوات الماضية أكثر مما استقبلته مناطق أخرى تشهد تصفية حسابات بين قوى عالمية كبرى اشتركوا في القناة